احنا طمعنا خلاص بقى مبارح كلها فرحة كده المصيرين كلنا كسبنا اسبانيا حاجة قوية جدا كلنا طمعنين ان احنا ممكن لأ ممكن نعملها الرجالة دي قادرة انها ترجع ان شاء الله يا رب بميدالية ذهبية في كرة القادر فرصنا الفترة اللي جاية امام باراجوي هل ميكالي حيعيد النظر في تكتيكات اللعبة مع باراجوي فرص ان احنا نتخطاها ونصل للنهاية لازم نصدق نفسينا انا محترامي كبير لدور ميكالي الرغبة من الاساس بتيجي من الشخص نفسه احنا لازم يكون عندنا اتقل برقانية قوية جدا اللي عندنا دي تفضل مستمرة شوفت السيد الوزير اشرف صبحي في مشاعره كبيرة جدا مع البعثة بسعادته كبيرة وانه قوله مصر هي دي انت لازم تقول مصر انت لازم تكون مؤمن بتشير تناديك بتشير ته منتخبك انسى النادي بقى خلاص تضع لجنب خليه في الدوري تشيرة المنتخب لوجو مصر لازم يكون كبير ولازم يفضل يهز في اللعبة لازم الجمهور كمان يصق فيهم لازم احنا يعني خلاص نطلع على الضغط ونطلع على الالوان هي لازم تكون حالة ملحمية عشان نقدر نوصل الهدف الحراك بتتكلم علي ده الحالة دي هي ان اللعبة منتخبنا الوطني بانا قدمين بيتابعوا سوشيال ميديا وبيتابعوا ردود افعال احنا لازم كلنا نكون محوطنهم ونقول لهم سدوا نفسيكم فاول حاجة هي طبعا ميكال اللي عام بخبر انا خايفة من النقطة دي ان اللعبة برضو بيتابعوا سوشيال ميديا ونبتدي بقى في مرحلة نسقف جامد جدا نسقف جامد جدا انا خايفة الموضوع يخرج على السيطرة لان انا سمعت كمان قراءة كتير عمالة تقول كابتر حسين حسن ليه مش عينه على انه هو يضم كم حد من دول يبقى في المنتخب الاساسي وفي المنتخب الكبير انا حاسة انه ممكن يحصل نعم الانواع التجديد برضا دي وجهة نظر لكن اللي وجهة نظر خلينا احنا بنتكلم في حاجة ورد انها تحصل ولا مش ورد هي لعبة منتخب مصر بتابع السوشيال ميديا خلينا اصل احنا ما ينفعش نحط دماغنا في الرمض بيتابعوا بدليل ان احمد سايزيزو بعد الضغط اللي حصل ده نزل على انستجرام ان حالة بيعبر بينا فوراستبع برجوي سريعا هنعدي برجوي اوكي هنعدي طبعا نقدر تعدي ان مكالي اول حاجة يشتغل بنفس التشكيل الموجود اللي عيبة منتخبنا الوطن تشتغى عن نفسها هنصدق نفسينا وتكون حالة ملحامية ان نقدر ان احنا هنفوز بيعا نشوف